السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقات جديدة من سلسلة حلقاتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة إن شاء الله حلقتنا ستكون الحلقة الأولى في مادة تكنولوجيا التكيف وبنوه لأبنائنا الطلاب إن مادة تكنولوجيا التكيف هي مادة أساسية ومهمة جدا في تخصصنا بيتم من خلالها دراسة أجهزة ومعدات تكيف الهواء من حيث التركيب ومن حيث نظرية العمل ومن حيث الاستخدام وبيتم من خلالها معرفة أنواع أجهزة التكيف بشكلها وبحجمها والطرق المصلة اللي أنا بستخدم فيها أي جهاز تكيف بيكون موجود عندي لذلك هي مادة مهمة جدا ومادة أساسية وبتخدم تخصصنا وبالإضافة أما نيجي نقسم سلسلة التكنولوجيات اللي هي بيكون موجودة عندنا في تخصصنا هنقول أن فيه ثلاث مواد من نسبة لسلسلة التكنولوجيات المادة الأولى وهي اللي إحنا هندرسها النهاردة بحول الله وهي تكنولوجيا التكيف المادة الثانية وهي مادة تكنولوجيا التبريد وبيتم من خلالها دراسة دائرة التبريد والدوائر الميكانيكية لجميع أجهزة التبريد فقط في تكنولوجيا التبريد بندرس نظرية العمل ومجالات الاستخدام والتركيب والنوع بالنسبة لأجهزة التبريد أما في تكنولوجيا التكيف بيتم من خلالها أيضا دراسة الأجهزة والمعدات الخاصة بأجهزة التكيف الهواء والنوع الثالث من التكنولوجيا وهي تكنولوجيا الكهرباء وبيتم من خلالها دراسة الدوائر الكهربية لجميع الأجهزة التبريد وتكيف الهواء بصفة عامة يبقى احنا عرفنا من الناحية الميكانيكية وعرفنا من الناحية القهربية بالنسبة لسلسلة التكنولوجيات اللي هندرسها بحول الله النهاردة وفي حلقتنا الأولى النهاردة في مادة تكنولوجيا التكيف هنقسمها لسلس أقسام أساسية مهمة جدا وعنوان حلقتنا هو معدات تكيف الهواء ومعدات تكيف الهواء بتنقسم إلى سلس أقسام القسم الأول وهو زي ما إحنا قلنا مراوح الهواء والقسم الثاني وهو سخنات القهربية والقسم الثالث وهو مرشحات الهواء والقسم الرابع وهو غسالات الهواء اللي بيكون موجودة عندهم ننتقل إلى القسم الأول وهو مراوح الهواء وما نيجي نقول مراوح الهواء دي مهمة نقول يا مستر أن مراوح الهواء دي مهمة مش بس لتخصص التبريد وتكيف الهواء ولكن بصفة عامة أن مراوح الهواء دي مهمة في حياتنا بصفة عامة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال مش بس في تخصص التبريد ولكن في جميع التخصصات وفي جميع المهن لا يمكن الاستغناء عن مراوح الهواء لذلك بتعتبر جزء أساسي ومهم جدا ولا تتم عملية التكييف بصفة أساسية إلا في وجود مراوح الهواء ليه لأن المراوح زي ما نجي نعرفها بصفة عامة ونقول لك يا فايدتة إيه أو بتعمل على إيه هنقول إن المراوح بتعمل على سحب ودفع وتحريك الهواء من وإلى الأماكن المكيفة ده بالنسبة لتخصصنا تعمل على سحب ودفع وتحريك الهواء من وإلى الأماكن المكيفة لذلك أنا في بعض مهمة جدا لي يا شباب لأن أي جهاز تكييف لازم يكون في مراوحة المراوحة بتعمل على دفع الهواء من المكان وبتعمل على توزيعه داخل المكان اللي أنا عاوز أعمله عملية تكييف حتى يشعر الإنسان الموجود بالمكان أو داخل المكان بالراحة لذلك وجود ده مهم جدا في بعض أنواع التكييف زي التكييف المركزي التكييف المركزي لا يتم نهائيا ولا يصلح نهائيا إلا بوجود المراوح زي ما هنشوف بجميع أنواعها لإلى أنها بتعمل على سحب الهواء عن طريق مجاري الهواء وبتعمل على دفعه داخل الأماكن المكيفة أو الأماكن اللي أنا عاوز أعمل لها عملية تكييف هواء لذلك هي وجود داخل تخصصنا مهم جدا وجود ضروري جدا في حياتنا العملية أو في حياتنا بصفة عامة لا يخلو منزل بصفة عامة أو لا يخلو بيت أو لا يخلو مطعم أو لا يخلو جهاز تكييف من مراوح الهواء لذلك هي بتخدم جميع المهن وجميع التخصصات ما بتخدمش تخصصنا فقط ولكن هي بتخدم تخصصنا لإن بيعتمد عليها بصفة أساسية طيب تعالوا نشوف كده مع بعض النوع الأول لما نيجي نقول لك هنا إيه مراوح الهواء أما نيجي نعرف يا شباب مراوح الهواء هنقول إيه زي ما احنا لسه إلينا نقل الهواء المكيف من مصدره إلى الحيز المراد تكييفه وسحب الهواء الفاسد من الحيز إلى الخارج أو إلى المخارج وإدخال هواء نقي بديل لذلك سحب الهواء المكيف النقي الراجع إلى مصدره وإعادة تكييفه من خلال أجهزة التكييف دي التعريف الشامل اللي احنا لسه قلناه بتعمل على سحب وطرد وتحريك وتوزيع الهواء من وإلى الأماكن المكيفة اللي بتكون موجودة عندي طيب المراوح دي يا شباب لها أنواع أو لها تقسيمات على حسب اتجاه تدفق الهواء يعني ممكن يجي يسألني يقول لي هنا اذكر أقسام المراوح على حسب اتجاه تدفق الهواء ما يقول ليش يعني يقول ليش نوع بعينه يقول لي اذكر فقط زي ما بتيجي في بعض الأسئلة النوع الأول وهو المراوح المحورية وإحنا ما نيجي نقول لك المراوح المحورية دي بالشكل العام اللي هي بعض أشكال المراوح المحورية اللي هي العادية اللي بيكون عندي وطبعا الهواء بيمر من خلالها بشكل موازي لمحور المروحة ودي بتستخدم عندما يلزم تدفق عالي للهواء عند مقاومة منخفضة مثل مثلا المكيفات والمكسفات الهوائية زي ما احنا شفنا دي نوع من المراوح المحورية ودي نوع آخر من المراوح المحورية هنشرحه ودي نوع من المراوح المحورية ممكن بنستخدمه هنا زي الشفطات اللي بنستخدمها في معظم المطابخ والمطاعم اللي بيكون موجودة عندي فبتعمل على سحب الهواء من المكان وبتعمل على دفعه في الخارج طيب دي بالنسبة للنوع الأول وهو المراوح المحورية وبتنقسم إلى سلاس أقسام أساسية يبقى إذن النوع الأول على حسب تدفق الهواء هي المراوح المحورية والمراوح المحورية بتنقسم إلى سلاس أقسام أساسية القسم الأول وهو المراوح الرفاصية وده النوع ده من المراوح ده نوع من المراوح بتتراوح فيه عدد الرياش فيه من 2 إلى 6 رياش وطبعا النوع ده بيستخدم لسحب الهواء من الغرفة وتحريكه وطبعا ده بيبقى الضغط بتاعها منخفض شوية لأن في بعض الأحيان ما بتبقاش المساحات بتاعة الغرف كبيرة وطبعا ده بالدار زي ما احنا شفنا بالشكل بيكون موجود قدامي مراوح محورية ليه لأن الهواء بيمر خلال محور المروحة أو في شكل موازي لمحور المروحة فسمناها بهذا الاسم وسمناها نوع الأول مراوح رفصية ليه لأن زي ما احنا شايفين الشكل بيكون موجود معايا بتتكون من ممكن 2 ريشة ممكن 3 ريشة ممكن 4 ريشة ممكن لحد 6 ريشة زي ما احنا ايه شايفين بالشكل اللي بيكون موجود ايه امامي وده طبعا بتستخدم في جهاز تكيف الهواء المجزة بصفة عامة اللي هي بتبقى موجودة على الوحدة الخارجية والنوع دي ممكن يشتغل مباشرة او يشتغل من المحرك مباشرة بدون سير او يشتغل بصفة غير مباشرة او بطريقة غير مباشرة بوسطة سير زي ما احنا شايفين ادي المحرك اللي بيكون موجودها ادي الشكل هنا دي نوع مباشر ادي المحرك ودي الريشة بتاعة المروحة فبيشتغل مباشرة على عمود الدوران ولكن كلما كبرت ساعة المروحة وكلما كبرت ساعة جهاز التكييف يفضل أنه بيكون مروحة بسير لأنه قدرة المحرك عندي بتكون كبيرة شوية فبيتم توزيع الهواء بطريقة ثالثة عن طريق الإي يبقى إذن النوع منها مباشر من المحرك مباشرة والنوع الآخر غير مباشر بيستخدم عن طريق هنا إيه السير بينكر الحركة من المحرك النوع الثاني من المراوح المحورية وهي مراوح محورية ذات أنابيب لهي مصدر إحنا سمناها مراوح محورية ذات أنابيب لأنها بتوضع في غطاء أو بتوضع في شكل أنبوبي أو شكل مستدير لذلك سمناها بهذا الإسم يعني ممكن إذا ما إحنا قلنا بنحطها داخل مجاري الهواء وبتستخدم في الأماكن الصناعية التي تتطلب درجة صوت منخفضة ليه؟ لأن هي موجودة داخل الأنابيب طبعا مجاري الهواء عشان تنقل الروائح وتنقل الحاجات اللي بيكون موجودة عندي وتعمل على تسلكها برضو بحط المراوح المحورية بتاخد شكل أنبوبي الشكل الأنبوبي دي بيكون على شكل المجرى اللي هي موجودة في الدائرية لذلك سمناها بالمروح المحورية ذات الأنابيب وده المسكة الرأسي اللي هو بيبقى موجود أمامي هنا بالشكل العام بتاعها هنا وده الشكل الأنبوبة أو المجرى اللي بيمشي فيه المروحة أو موجودة بكتر المجرى وده المسكة الجانبية قادل محرك وده شكل الرياش اللي بيكون موجودة عندي وده الغلاف الأسطواني يبقى ممكن تستخدم في غلاف الأسطواني ممكن تستخدم في نقل الهواء من مجاري الهواء برضو اللي بيكون موجودة عندي العادية ماشي إذا كانت المجاري عندي دائرية ولكن في مجاري بتبقى على شكل متوازي مستطيلات أو مستطيلة بس تخدم لها نوع آخر من المروح زي ما هنشوف النوع الثالث من المروح المحورية وهي المروح المحورية ذات الرياش التوجيه وطبعا دي هنقول هنا إيه هو مراوح مجهزة برياش لتوجيه الهواء منها في اتجاه المحور إلى داخل الممر الهوائي والنوع ده يا شباب بيبقى كبير شوية لعشان بتدفع الهواء بكميات كبيرة بتكون قدرتها أكبر شوية من النوعين الصابقين لذلك بستخدمها في التكييف المركزي لأن في التكييف المركزي بتتطلب عملية دفع الهواء إلى أماكن بعيدة شوية لذلك بنقول لك هنا إيه هي مراوح مجهزة برياش لتوجيه الهواء الخارج منها في اتجاه المحور إلى داخل الممر الهوائي وتستخدم في أجهزة التكييف المركزي وطبعا دي عيوبها البسيطة جدا أن ارتفاع مستوى الضوضاء لديها لذلك دي يفضل أو مجهزة تخدم النوع دي اللي هي المراوح زيترياش التوجيه دي لازم يا شباب أستخدمها في أماكن بيكون مفهاش أو بعيد عن مصدر الصوت أو إزعاج مثلا زي المسارح اللي فيها مجاري هواء ما بيكونش مجاري الهواء متلصقة بالمصرح اللي بيكون موجودة عندي أو موجودة عندي بقاعة المؤتمرات أو أي قاعة بصفة عامة بحيث أن اللي قاعد جوه القاعة ما يسمعش صوت الهواء وهو بينطلق أو بيتضفق داخل المجرى لذلك النوع دي من المروح بيتم استخدامه في الأماكن التي لا تتطلب صوت مرتفع لأن هي صوتها مرتفع وبيحطها في أماكن بعيدة علشان محدش يسمع صوت لأنها بتحدث ضوضاء لأن قدرة المحرك الخاص بيها بيكون أكبر وبالتالي هتدفع كميات كبيرة أكبر داخل مجاري الهواء فاحتكاك الهواء من خلال المروحة مع الجسم الصاج بتاع المجرى الهوائي بيعمل صوت مرتفع في بيؤدي إلى الشعور بعضم الراحة اللي بيكون موجودة عني يبقى إذن المراوح المحورية إحنا عرفناها وقلنا فيها ثلاث أنواع المراوح الرفاصية المراوح ذات الأنابيب أو ذات غطاء أمبوبي ومراوح محورية ذات ريشتوية ننتقل إلى جزء آخر أو نوع آخر من المراوح وهي المراوح الطاردة المركزية نشوف كده مع بعض المراوح الطاردة المركزية طب إيه الفرق بين المراوح الطاردة المركزية والمراوح السابق ذكرها اللي هي المراوح المحورية إن هنا المراوح الطاردة المركزية بيكون قدرتها أعلى وبتعمل على ضخ كميات كبيرة جدا من الهواء عند مقاومة كبيرة وبستخدمها في التكييف المركزي بصفة عامة اللي بدفع فيها كميات كبيرة جدا من الهواء في مسافات طويلة علشان الهواء يوصل بسرعة ويوصل في المسافة الطويلة دي يخش داخل الأماكن اللي أنا موزعة لذلك هنقول إيه المراوح الطاردة المركزية يكون تضفق الهواء متعامد مع محور المروحة وتستخدم لضخ كميات كبيرة من الهواء عند مقاومة كبيرة مثل مجاري الهواء في التكييف المركزي أو حسب الشكل لما نجي نشوف دي أشكال أو سطيلات مختلفة للمراوح الطاردة المركزية وطبعا دي بيكون شكل التجويف اللي عندي دائري دي وعلى حسب نوع المروحة زي ما هنقوله حاليا خلاص ودي الشكل الخارجي اللي بيخرج منه الهواء طبعا هي بتدور عن طريق بشكل طارد مركزي أو على حسب الرياش اللي عندي بتسحب الهواء وبتدفعه من هنا بقى داخل المجرى أو على حسب شكل المجرى إما يكون خارج الهواء من أعلى زي ما احنا شايفين هنا أو إما خارج الهواء من أسفل زي ما احنا شايفين هنا أو خارج الهواء بيكون لشكل ايه أو متضفق لأعلى أو منساب إلى الأسقف اللي بيكون موجودة عنه دي أشكال مختلفة للمراوح الطاردة المركزية ودي شكل المحرك الكهرابي اللي بيشغل المروحة وبتختلف طبعا قدرة المحرك على حسب حجم المروحة وكمية الهواء اللي هي بتدفعها داخل المجرى تبديها مصطر لها أنواع نقول أيضا لها أنواع وهي المراوح الطاردة المركزية لها أنواع أساسية وهما سلاسة أنواع أساسية من حيث شكل الريش يبقى تنقسم المراوح الأساسية ممكن يعطيني السؤال يقولك أذكر تقسيمات المراوح الأساسية من حيث شكل الريش هنقول رقم واحد مراوح زاتريش منحنية للأمام اتنين مراوح زاتريش منحنية للخلف ثلاثة مراوح ذات ريش مستقيمة طب ننتقل إلى النوع الأول وهو المراوح ذات ريش منحنية للأمام ودي طبعا هنقول بنستخدامها في الأنظمة ذات الضغط المنخفض بيكون قدرتها محدودة شوية ودي الريش منحنية للأمام دي الشكل الدائري بتاع المروحة الطاردة المركزية ودي شكل الريشة بتكون منحنية أو اتجاه الريشة بيكون منحنية إلى أعلى زي ما احنا شفنا فدي بتدفع كميات من الهواء زي ما احنا شفنا عنه هادي الشكل الدائري بتاع المروحة ودي شكل الريش فاحنا سميناها على أساس الريش النوع دي مراوح منحني زي تريش منحنية للأمام يبقى شكل الريشة منحني لأعلى زي ما احنا شايفين كده وبالتالي كمية الهواء بتمر من هنا أو بتمر في شكل دائري بس دي فيها قال لي هنا دي بتدار عنده سرعات مختلفة برضو بالرغم من أن القدرة بتاعتها أو بتدار عنده سرعات مختلفة لأن الأداء بتاعها بيكون عالي ليه؟ لأن الأداء بتاعها هنا زي بيعتمد على شكل الريش وعلى شكل عدد الريش وعلى شكل المحرك وبصفة عامة هي أداء المحركات الطريدة المركزية بيكون أداءها عالي بصفة عامة الأنواع الثلاثة اللي احنا نسخورهم ده النوع الأول اللي هو مراوح زي تريش منحنية لإيه إلى الأمام ننتقل إلى الجزء الآخر وهو مراوح زي تريش منحنية إلى الخلف نفس الريش السابق ذكرها ولكن هنا يا مصدر شفنا شكل الريشة منحني إلى أسفل كان هناك منحني إلى أعلى ولكن هنا منحني إلى أسفل ودي بيكون نوع أفضل أنواع المراوح الطريدة المركزية ليه لأن الكفاءة بتاعت النوع دي بتكون عالية وفي نفس الوقت بيكون الضوضاء بتاعته منخفضة ما بيعملش صوت عالي وبتعطي أحسن أداء تشغيلي يبقى ممكن يجي يقول لي نسكر مميزات تما النوع دي من المراوح هنقول بتعطي كفاءة عالية ذات دوضاء منخفضة تعطي أحسن أداء للتشغيل النوع الآخر والنوع الثالث والأخير وهو مراوح زات ريش مستقيمة ريش مستقيمة إحنا عرفنا فيه ريش منحنية للأمام وعرفنا فيه ريش منحنية للخلف هذه هنا شكل الريشة مستقيمة ودي ولا بتبقى منحنية للأمام ولا للخلف بتبقى الشكل العام للريشة موجودة هنا ودي طبعا أيضا قلنا بتستخدم في الأنظمة ذات الضغط المنخفض ودي طبعا من ضمن مميزاتها أن الريش بيكون مستقيمة فبيسهل تنظفها بطريقة سهلة لأن بيسهل تنظفها بأي قطعة من القماش أو بأي فرشة أي أن كان نوعا بقدر أنضف الريشة بطريقة سالسة أو بطريقة مارنة عندي لأنها ما بتحملش كلما الريشة اللي عندي سواء كانت منحنية للأمام أو منحنية للخلف فتحمل كمية من الغبار اللي بيكون موجودة عندي ولكن الريش المستقيمة هي تحمل أيضا كمية من الغبار ولكن مش بنفس الكمية أو مش بنفس الكيفية اللي هي موجودة في النعون السابقين وده من ضمن مميزاتها أنها لا تحتاج زي ما إحنا لسا أليين إلى تنظيف عالي أو بتحتاج إلى تنظيف مش بصفة مستمرة ذات أداء هنا عالي بالشكل اللي بيكون موجود أمام ده بصفة عامة بالنسبة للشكل العام للمراوح اللي احنا قلناها يبا احنا قلنا المراوح في نوعين أساسيين مراوح محورية ومراوح طاردة مركزية وعرفنا الفرق بين كل نوع وأنواع النوعين السابقين اللي هما إيه ذكرناهم ننتقل إلى جزئية أخرى أيضا بالنسبة للمراوح وهي صيانة المراوح صيانة المراوح مهمة جدا جدا بالنسبة لعملية تكييف الهواء لكلما أنا حفظت على صيانة المراوح اللي عندي كلما دفعت كميات كبيرة جدا من الهواء وبالتالي حصلت على تبريد أو تكييف مثالي وفي نفس الوقت حفظت على العمر الإفتراضي اللي عندي للمراوحة ليه مستر؟ لأن طبعا أداء جهاز التكييف بيتوقف على المراوحة اللي بيكون موجودة فيه لو أنا عندي جهاز تكييف أوردي هيشتغل عندي وما فيش مشكلة ولكن المراوحة عندي عطلانة هتلاقي التبريد بتاعي جدا بيكون ضعيف جدا أو بطيء جدا ويكاد يكون معدوم وفي نفس الوقت مش هنلاقي توزيع الهواء بطريقة مثالية موجودة داخل الغرفة لذلك يلزم صيانة المراوح ديا بصفة أساسية وصيانة المراوح بتنقسم إلى سلاس أقسام أساسية النوع الأول وهو الصيانة اليومية للمراوح والنوع الثاني وهو الصيانة الشهرية للمراوح والنوع الثالث وهو الصيانة السنوية للمراوح وطبعا بتختلف على حسب نوع المراوحة في مراوح لازم أعمل لها صيانة يومية ويكون الفني متواجد جنبها بصفة مستمرة وفي صيانة الشهرية أن بيجي الفني بيغير زي ما هنشوف دلوقت الفرق بين الثلاثة والصيانة السنوية دي مهمة جدا عشان العمر الافتراضي الخاص بالمروح يبقى تنقسم صيانة المراوح الى صيانة يومية صيانة شهرية صيانة سنوية الصيانة اليومية زي ما احنا لسه اي لنا دي من خلالها بيتم فحص الحوامل من ناحية مستوى الزيت ودرجة الحرارة وبنشوف هنا ايه ممكن تكون المروحة احتكت او الرياش بتاعة المروحة اما تكون خارجية وعرضة لأي احتكاكات فممكن تكون رياش المروحة احتكت بأي جزء ميكانيكي فبيقدي طبعا الى تاني الرياش اللي عندي فبتكون كمية الهواء اللي عندي اتكاد تكون معدومة والتزان المحرك ما بيكونش مصبوط يبقى ايزا بفحص الحوامل وبفحص التجاه ده وراني المروحة الصيانة الشهرية ودي بتكون اشمل شوية لان دي بتتم من خلال كل شهر بيبقى فيه يوم مخصوص لصيانة جهاز التكييف بصفة عامة وخاصة المراوح ليه من خلال المراوح بطل على مستوى الزيت اللي بيكون موجود فيه المحرك واتزان الحوامل هل مروحة الحوامل موجودة بصفة اساسية وبصفة دائمة ايضا بنشوف هنا ممكن يكون عن طريق عوامل الجوة وعوامل التعرية وعن طريق طبعا جهاز التكييف يبقى محتك بالمية وخاصة الجهاز التكييف المركزي فممكن يكون هنا ايه وجود تآكل في الحوامل او وجود تآكل غير عادي او صدق في اي حامل من الحوامل اللي بيكون موجودة عندي لذلك لازم اخلي بالي منها بصفة مستمرة والجزء المهم جدا انني افحص السير اللي موجودة عندي داخل المروحة ربما يكون السير تآكل ربما يكون السير عندي حصل له عملية تآكل او تشكك بينزلك على المحور الدوران اللي عندي فبتلاقي دوران المروحة بيكون هنا ايه بطيئة ننتقل الى الجزء التالت من صيانة المراوح وهو الصيانة السنوية والصيانة السنوية دي بتكون اشمل يبقى طبعا الصيانة الشهرية بتكون اشمل من اليومية والصيانة السنوية بتكون اشمل من الصيانة الشهرية دي من خلالها بيتم تنظيف عجلة المروحة اللي عندي فحص وجود تآكل مبكر بالسيور لو لقينا كده بنستبدل السير إذا ظهر تأكل شديد بها بقى أيضا بنبتدي نفحص عمل اتزان للطارات اللي بيكون موجودة عندي بنشوف وجود أي بقع صدق عندي وطبعا دي لو وجدنا صدق موجود عندي لازم الأول نعمل لها عملية تنظيف وصنفرة زي ما بنقول وبتبتدي ندهن بأمد الطلاق مناسبة فحص عمود المروحة واستعداله في حالة وجود أي ميل مراجعة رباط عجل المروحة مع العمود زي ما احنا شفنا عشان يبقى فيه متزنة وكلما كانت المروح متزنة كلما حصلت على هواء مثالي لأن المروحة بتكون عدلة وبالتالي بتقلل الحمل اللي موجود على المحرك اللي عندي وبراجع على الرباطات الإطارات اللي بيكون موجودة عندي الخاصة بالمروحة ده بالنسبة لمراوح الهواء ننتقل إلى جزئية أخرى مهمة أيضا وهو الشك التاني من حلقتنا بحول الله وهو السخانات الكهربية أيضا السخانات الكهربية مهمة جدا بالنسبة لتخصصنا وأيضا مهمة جدا بالنسبة لجميع التخصصات لا يخلو بيت من سخان كهربي لا يخلو من شقة حكومية من السخانات الكهربية لذلك وجودها مهمة جدا طيب هنقول يا مصطر يا السخانات السخانات بتفيد تخصص التبريد وتكيف الهواء فيه هنقول لأن السخانات دي إما بنستخدمها في بعض التلاجات في إزابة السلج أو إزابة السقيع زي ما هنشوفه إن شاء الله وفي أجهزة التكيف بتستخدم في تدفئة الهواء يبقى إزا هنقول لك بتستخدم السخانات الكهربية بصفة عامة في تخصص التبريد وتكيف الهواء إما إزابة السقيع في بعض أنواع التلاجات المنزلية ما قلناش كل أنواع عليه لأن طبعا في أنواع من التلاجات المنزلية بتبقى تلاجات نفرست وأيضا بيبقى فيها أيضا سخانات النوع الآخر اللي أنا قلته باستخدمه في إيه في تدفئة الهواء اللي بيكون موجودة عندي في أنظمة تكيف الهواء والسخان زيه زي أي سخان كهرابي موجود بصفة عامة بيختلف على حسب الشكل بيصنع من سلك من النيكا الكروم السلك بيكون المقاومة بتاعته عالية جدا طبعا وبتقاس بالإيه أو قدرته بتقاس بالوطن اللي بيكون موجودة عندي فما نروح نجيب السلك يقول لك السلك حتى قام وطن مكتوب عليه طيب نشوف السخانات الغرض منها الحصول على الحرارة بهدف إما إزابة السلج في بعض السلجات وإما لتدفئة الهواء في مجال التبريد وتكيف الهواء ودي شكل العام للسخان الكهرابي بيصنع من السلك من النيكا الكروم زي ما إحنا شفنا وبيختلف شكل السخان يا شباب على حسب النوع أو على حسب الطريقة اللي أنا بيستخدمه فيها طيب التركيب وطريقة العمل هنقول هنا إيه تصنع السخانات الكهربية من سلك من النيكا الكروم زي ما إحنا لسه عاليين وزوم قومة عالية وطبعا جميع أنواعه بيركب على عواز الكهربية وحرارية وبينظم تشغيلها مفتاح تشغيل جهاز تكيف الهواء لأن طبعا السخانات الكهربية بتسحب طيار كهربية كبير جدا فلازم يكون لها مفتاح أوتوماتيك أو مفتاح تشغيل بيعمل على حمايتها تركب هذه السخانات برضو في أنجز نظمة التكيف إما أمام مروحة المروحة أو خلف الإيه المبخر نفسه يبقى أنا باستخدمها أمام المروحة لو أنا بعمل عملية هنا إيه تدفئة باستخدمها أمام المروحة أو خلف الإيه المبخر نفسه ما بتختلفش من خلالها بنحصل على هواء مكيف دافئ برضو بتركب معزي السخانات مفتاح وقاية حراري يعمل على فتح دائرة المسخن عندما ترتفع درجة حرارته بدرجة كبيرة ويقفل عندما يبرد المسخن في عيد تشغيل دورة التدفئة أحيانا الجزئية دي مهمة جدا يا شباب ليه؟ أحيانا باستخدم السخانات الكهربية في أجهزة التكيف وبيكون قدرة السخان الكهربية كبيرة جدا طب ربما حصل تلف للترمستات اللي بيكون موجودة عندي داخل الدائرة ترمستات حصل عندي تلف اللي هو الخاص بالسخان الكهربية ترمستات السخان حصل فيه تلف ولا حاجة فنقط التلامس عندي أصبحت متلسكة فبالتالي السخان مش هيفصل فالجهاز الكهربية اللي بيكون موجود عندي هيولع أو هيحصل له عملية احتراق ليه؟ لأن السخان بيبقى شغال بصفة مستمرة لذلك كان من الضروري وجود مفتاح وقاية حراري هذا المفتاح بيركب بصفة عامة مع السخان الكهربية بيعمل على فصل السخان الكهربية عند ارتفاع درجة حرارته عن الحد اللازم أو عن الدرجة المضبوط عليها وبالتالي بيحمي الدائرة أو بيحمي هنا الدائرة الكهربية بصفة عامة وبيحمي الجهاز الكهربية أو الجهاز التبريدي اللي أنا بيستخدمه بصفة عامة لذلك بالإضافة لأن فيه ترمستات لازم يكون فيه مفتاح وقاية خاصة بالسخان عشان يفصله لما ترتفع درجة الحرارة أزيد من اللازم يركب مع هذه السخانات أيضا وصلة منصهرة ينصهر معدنها عندما تزيد على 150 درجة فهرانهايت يبقى إذن فيه هنا وصلة انصهار أيضا كمان مع مفتاح الوقاية أيضا فيه وصلة انصهار هذه الوصلة بتعمل على فصل السخان أو بطن صهر لما تصل درجة الحرارة 150 درجة فهرانهايت أو عندما يفشل مفتاح الوقاية بقى إحنا حطنا له جميع أنواع الحماية عشان نحمي الدائرة حطنا هنا فيه ترمستات الترمستات ما فصلش فيه مفتاح وقاية مفتاح وقاية ما فصلش فيه عنصر انصهار وده الشيء الأكيد اللي بيفصل لما تصل درجة الحرارة 150 درجة فهرانهايت بيبتدي يفصل إيه أو عندما يفشل مفتاح الوقاية الحرارة في فصل المسخن وذلك لوقاية الجهاز من التلف أو من إيه أو من الحريق طب ننتقل إلى جزء آخر وهو أنواع السخانات الكهربية السخانات الكهربية شباب في منها ثلاث أنواع النوع الأول وهي سخانات تستخدم سلك مكشوف زي ما إحنا شفنا وده طبعا عبارة عن سلك من النيكة القروم زي شكل حالك اللي كلنا عارفينها وده بتركب على عوازل العوازل دي ممكن تكون من الخزف أو من الميكة زي ما إحنا شايفين النوع الآخر وهو سخانات بتستخدم شريط مكشوف وده طبعا لها نفس التركيب كل السخانات لها نفس التركيب فيما عدا الشكل العام اللي هنا بنركب على بتستخدم شريط مكشوف بنركب عليها شبكة وقاية لمنع التلامس بتبقى موجودة عندي بنحط عليها شريط أو شبكة من الوقاية الشبكة دي بتحمي السخان عندي من التلامس أو باستخدمها في الأماكن اللي بيح فيها عملية سوائل ولا حاجة ما تنزلش على السخان تعمل على تلف السخان النوع الثالث وهو سخانات ذات غطاء أمبوبي دي وعبارة عن سلك زي ما احنا شفنا من النيكل كوروم محاطة بمسحوك من أكسيد الماغنسيوم داخل أنبوب إيفولازون النوع ده طبعا زي ما احنا شفنا قادل أنبوبة الأنبوبة دي بيكون موجود جواها السلك بيصنع من سلك من النيكل كوروم وطبعا هنا دي بيكون عليها عمود أو أكسيد الماغنسيوم وده دايما بيستخدم في سخانات المياه اللي بنستخدمها في سخانات المياه الكهربية اللي موجودة في منازلنا اللي هو سخان الكهرباء هو عبار عن كده السخان طبعا السلك بيبقى من النيكة الكورومة بيبقاش متلامس للمية ازاي سلك كهرباء هيلامس للمية فبنحطه داخل انبوبة والانبوبة دي بنحط من خارجها اكسيد المغنصوم دي بيعمل على امتصاص او ترسيب المية اللي بيكون موجودة عندي بحيث انها تبقى مياه نقية الصيانة بتاعتها طبعا دي بتتم تنظيف دائم للسخانات لتسهيل تدفئة الهواء وذلك بازالة العوائق من مجرى وديك طبعا كل ما كاية التركيب اللي عندي اصبح معقد كلما لازم هنا اعمله عملية تنظيف بصفة مستمرة ننتقل الى جزئية اخرى او الجزئية السالسة من حلقتنا بحول الله وهي مرشحات الهواء مرشحات الهواء باستخدمها بصفة عامة في تخصص التبريد وتكيف الهواء بهدف تنقية الهواء من الاتربة ومن الغبار اللي بيكون موجودة عندي ومش بس تنقية الهواء ده انا ممكن استخدمها ايضا في تنقية المياه اللي بيكون موجودة عندي لا يمكن الاستخدام عنها زي مرشحات المياه او الفلاتر اللي هي موجودة في معظم بيوتنا فدي ما هي الا عبارة عن مجموعة من المرشحات بتختلف على حسب نوع المرشح وعلى حسب وظيفته اللي بيكون موجودة عندي انا باستخدمها في مجال تخصصنا ان انا بعمل من خلالها عملية تنقية للهواء بحيث ان الهواء اما يخشيلي داخل المكان يكون هواء نقي مكيف بيشعر الانسان من خلاله الموجود داخل المكان بالراح لذلك وجودها مهم جدا داخل اجهزة التبريد وتكييف الهواء بصفة عامة ليه لانها بتعمل على تنقية الهواء زي ما احنا قلنا ولها طبعا استخدامات عديدة هنشوف في حلقتنا برضو في استخدامها ولها انواع متعددة برضو مهمة جدا باستخدامها في مجالات اخرى طيب نشوف هنا مرشحات الهواء ان قلنا الهدف من مرشحات الهواء هو تنقية الهواء من كل الملوسات الضرة التي تؤثر على الاشخاص او الاجهزة فوائد استخدام مرشحات الهواء رقم واحد تنقية او تنظيف وتنقية الهواء رقم اتنين تقليل تكاليف الصيانة رقم تلاتة تقليل تكاليف تنظيف الملفات رقم اربعة زي ما احنا قلنا طبعا ليه لان كل ما كان الهواء عندي نقي ودخل الاجهزة اللي عندي نقي فبيبتدي هنا يحصل على ايه الاجزاء الداخلية عندي بيكون نصيفة طبعا قلنا ايضا منع دخول الشوائب العالقة بالهواء الى الايه المكان المكيف طيب نيجي نشوف جزء مهم هو الطرق المختلفة لتنقية الهواء طبعا الطرق المختلفة لتنقية الهواء دي يا شباب بتختلف باختلاف المواد العالقة يعني انا ممكن هنا زي ما هنشوف هنقول هنا ايه التخلص من اولا التخلص من المواد الصلبة يبقى هنا منكر التخلص من المواد الصلبة ثانيا التخلص من المواد السائلة ثالثا التخلص من الغازات والأبخرة اللي بيكون موجودة عندي ممكن يجيدي في الامتحان يقول لي أسكر طرق التخلص من المواد الصلبة أو أسكر طرق التخلص من المواد السائلة يبقى احنا عارفين احنا بنتعامل مع المادة الصلبة الأولانية فطبعا الطريقة بتختلف باختلاف المادة اللي أنا باستخدمها المادة الصلبة بنقول أول واحد استخدام قوة الطرد المركزي لفصل الجسيمات الكبيرة عن طريق التدوير زي ما هنشوف رقم اتنين غسيل الهواء رقم تلاتة ستائر لحجز جزيئات الهواء الكبيرة وكل ده هنشوفه بالتفصيل في نوع أنواع المرشحات استخدام مواد لسكا دي عن طريق المرشحات اللازجة اللي احنا هنشوفها استخدام الخاصية الإلكترونية اللي هو المرشحات الأوتوماتيكية اللي بيكون موجودة عندي طيب ثانيا التخلص من المواد السائلة هنشوف ازاي بنتخلص من المواد السائلة المصة ودي عن طريق غرف ترصيب مختلفة باستخدامها برضو وما هي إلا مرشحات بس المرشحات دي بتبقى هنا من خلال من خلال السوائل المصة اللي بيكون موجودة عندي يبقى ازا اتخلص من المواد السائلة عن طريق استخدام السوائل المصة اتنين عن طريق غرف الترصيب المختلفة سالسا هنا التخلص من ايه شباب من الغازات والأبخرة عشان اتخلص من الغازات والأبخرة يبقى لازم للرقم واحد عملية التكسيف رقم اتنين التفاعل الكيميائي للغازات رقم تلاتة عملية التخفيف للغازات وديا بتتم من خلال انواع المرشحات اللي احنا هنشوفها دلوقتي ننتقل الى جزء اخر وهو انواع المرشحات المرشحات اللي عندي زي ما احنا قلنا وزي ما احنا قلنا طرق التخلص من المواد العالقة دي بيختلف باختلاف المادة سواء كانت تخلص من المواد السائلة سواء كانت تخلص من المواد الصلبة سواء كانت تخلص من المواد الغازية بتختلف باختلاف المواد العالقة اللي بيكون موجودة عندي وده بيقودنا إلى إي يا شباب إلى أنواع المرشحات بصفة عامة يوجد أربعة أنواع أساسية من المرشحات النوع الأول هو النوع الخلوي والنوع العادي اللي احنا عارفينه وهنشرحه بالتفصيل النوع الثاني وهو المرشحات الأوتوماتيكية والنوع الثالث وهو المرشحات الامتزازية وهنشوفها ونعرف يعني كلمة امتزازية النوع الرابع وهي غسالات الهواء اللي بيكون موجودة عندي يبقى إذن بينقسم إلى أربع أنواع أساسية زي ما هنشوفهم وهنعرف كل نوع وأنواع كل نوع أيضا بيشتغل إزاي طيب النوع الأول مرشحات الجفة الخلوية اللي احنا لسه إلنا النوع الثاني هي المرشحات اللازجة النوع الثالث هي المرشحات الامتزازية النوع الرابع وهي غسالات الهواء ننتقل إلى النوع الأول وهي المرشحات الجفة طيب أما نيجي نقولك المرشحات الجفة دي تعتبر أبسط أنواع المرشحات ليه لأنها بتتكون من مواد عادية جدا مثل السيلولوز أو الإسبستوس أو الورق المسامي المعالج أو القماش أو الصوف الزجاجي أو خيوط الكتن مجمعة في إطار معدني بحط مجموعة من الإطارات مع بعضها بحيث أنني أحصل على طبقة سميكة من المواد اللي احنا ذكرناها ديا ودي بتعمل على تنقية الهواء ودي يعتبر أبسط أنواع المرشحات العادية طيب أما نيجي نقول نظرية العمل هنقول إيه عند مرور الهواء خلال وسائط الترشيح بتتعلق زرات الأتربة بمادة الترشيح وبالتالي يصبح الهواء الخارج من المرشح خاليا من الأتربة وزرات الرمال يبقى إذن إذن نوع بسيط زي ما إحنا لسه شايفنا طيب النوع الأولاني بقى اللي احنا قلنا عليه احنا قلنا هنا المرشحات الجفة طيب تعالوا نشوف أنواع المرشحات الجفة يا شباب النوع الأول وهو المرشح الجاف الخلوي ودي أبارة عن بعض الأنواع والتعريف اللي احنا لسه يلينه عبارة عن قطع زي ما إحنا شفنا أو طبقات مضغوطة ممكن يكون من الورق الصحي أو ممكن يكون من الأماش أو ممكن يكون من الصوف الزجاجي او خيوطه الكتنة دي بنجمعها داخل اطار بحيث يمكن تغييرها زي ما احنا شفنا ادي نوع من المرشحات الجافة الخلوية ودي طبعا شكل مادة الترشيح اللي بيكون موجودة عندي ممكن الشكل اللي عندي بيختلف هنا زي ما احنا قلنا عبارة عن الورق الصحي المضغوط ومحطوط داخل اطار وطبعا بيتشكل المرشح اللي عندي بتشكيل او بشكل المكان اللي انا هستخدمه فيه ودي نوع اخر من المرشحة الجافة الخلوية زي ما احنا شايفينه بيختلف ايضا دي عبارة عن طبقة سميكة الطبقة تيه ممكن تكون من طبقات مضغوطة من الورق او من القماش وطبعا من ضمن مميزاته ان مهم جدا ان لازم يتم تغيير طبقة الترشيح اللي بيكون موجودة عندي دي يعني طبقة الترشيح دي شباب لازم اغيرها من وقت لاخر لانها بتبقى مزدودة بالرواصب وبتبقى مزدودة بالشوائب اللي بيكون موجودة عندي وبالتالي مش هتسمح بمرور كميات كبيرة جدا من الهواء الا اذا كنت بتغييرها من وقت للتاني زي في اجهزة تكيف الهواء احنا دائما بنقول لك من ضمن صيانة اجهزة تكيف الهواء ان مرشحات الهواء اللي عندي لازم انا اتضفة من مدة تتجاوز ما بين اسبوع الى اسبوعين ليه عشان بتكون عالقة فيها الهواء اللي بيكون موجودة عندي ده النوع الاول اللي هو المرشح الجاف الخالوي تب تعالوا نشوف نظرية عمله هنقول هنا ايه ادي الشكل اللي عندي ادي الشكل لمادة الترشيح سواء كان ورق مقوش سواء كان قماش سواء كان اي جزء مضغوط عندي زي ما احنا شفنا بتبقى ما بتختلفش بس هي طريقة العمل واحد وادي الهواء هنا قبل تنقيته بيمر فبيمر طبعا الهواء بيكون محمل بالشوائب والاتربة اللي بيكون موجودة هيلتصك او هيحتك بالشبكة اللي موجودة عندي هنا شبكة الترشيح الشبكة الترشيح هتسمح بمرور الهواء فقط بينما الرطوبة او المرشحات اللي موجودة عندي هتلتصك بجسم مادة الترشيح فهيخرج الهواء اللي عندي هواء ناقي مكيف بدفعه داخل المكان اللي انا عاوز ايه اعمله عملية تنقية يبقى هنقول عند مرور الهواء خلال وسيط الترشيح تتعلق زرات الاتربة بمادة الترشيح وبالتالي يصبح الهواء الخارج من المرشح خالي من الاتربة وزرات الرمان طيب العوامل التي تؤثر على اداء المرشح الجاف يعني ايه اللي بيخلي المرشح الجاف بتاعي افضل وإيه اللي بيخليه اقل في الجودة هنقول رقم واحد قطر الالياف كلما كان قطر الالياف كبير كلما سمح بمرور كمية من الهواء افضل فبالتالي بيدخل كمية من الهواء اكتر اتنين سمك المرشح ليه كلما كان سمك الهواء كلما كان سمك مادة الترشيح عندي او سمك الالياف بصفة عامة سميك او كبير هيسمح بمرور الهواء وهيعمل على اعاقة اكتر للرواصب او الشوائب اللي بيكون موجودة في الهواء فبيخرج هواء النقي افضل مساحة سطح الترشيح ومساحة وجه الايه المرشح طبعا كلما زادت مساحة سطح الترشيح كلما استقبل كمية كبيرة جدا من الهواء واصبح من خلاله انني اخرج كمية من الهواء النقي اكبر كلما زادت مساحة سطح الايه الترشيح دي بالنسبة للعوامل المؤسرة على اداء المرشح الجاف الخلوي طيب افرد بقى ما نيجي نقول مثلا انا عندي مرشح جاف خلوي وعاوز اعمله عملية او عاوز اطور منه بحيث ان يبقى الاداء بتاع المرشح افضل فدي من خلال هنا ايه كيفية تحسين اداء المرشح الجاف الخلوي هنقول رقم واحد اضافة مواد لازجة لطبقات المرشح لزيادة عملية الترشيح اتنين يوضع المرشح بشكل مائل او كطري لانه كلما وضع المرشح في شكل مائل او كطري كلما استقبل كميات كبيرة جدا من الهواء بتكون مساحة السطح او مادة الترشيح المعرضة للهواء بتكون اكبر كفاءة المرشح واجودته دي بالنسبة لكيفية هنا ايه تحصول على اداء المرشح احنا انتقل الى النوع الاخر وهو المرشح الجافة الاوتوماتيكي وزي ما احنا شفنا هنا عبارة عن استوانطين زي ما احنا شفنا استوانة علوية والاستوانة الاخرى هنا ايه سفلية وهنا مركب عليها مادة الترشيح سواء كان مادة الترشيح دي سير سواء كان مادة الترشيح دي قطعة من القماش سواء كان قطعة من الورق المضغوط اللي بيكون موجودة عندي طبقات مختلفة من القماش السميكة بتختلف مادة الترشيح بس هنا بيكون هنا ايه ليه قولنا اوتوماتيكي لانه عن طريق بكرتين البكرتين بكرة سفلية وهنا بكرة علوية وبيتم التصاق هنا مادة الترشيح بالبكرتين طيب البكرتين دول بيدوروا ازاي بواسطة محرك ايه كهربي لذلك هنا بقوله هو عبارة عن استوانة علوية واخرى سفلية مركب عليها مادة الفلتر ويدور بواسطة ايه شباب المحرك الكهربي اللي بيكون موجود عندي طيب تعالوا ننتقل الى نظرية عمل المرشح الجاف الاوتوماتيكي طيب المرشح الجاف الاوتوماتيكي زي ما احنا قلناه لو احنا جينا هنا نشوف شكل العام للرسمة هنقول هنا الشكل العام للرسمة بيمر الهواء هنا الغير نقي زي ما احنا شايفين وهيلتصك عند مروره هيلتصك بمادة الترشيح اللي موجودة مادة الترشيح هتعمل على تنقية الهواء من الرواصب والاتربة اللي بيكون موجودة عندي فيخرج الهواء نقي بدفعه داخل المكان اللي انا عاوز اعمله عملية تكييف فيخرج الهواء نقي ايه مكيف بينما المرشحات او بينما مادة الشوائب بتكون عالقة فيهم في مادة الترشيح لذلك كلما نزلت هنا بيقول لك هنا ايه بقرة الفلتر متسخة ليه متسخة لانها بتبقى محتكة او بتبقى هنا الرواصب والشوائب بتنزل من هنا عن طريق البقر اللي موجودة في اسفل عندي طيب تعالوا نشوف هنا نظرية العمل زي ما احنا قلنا عند دوران الاستوانة تتحرك عليها مادة الفلتر فالتصك الهواء الملوث بها فتعمل على حجز المواد العالقة بالهواء وتسمح بمرور الهواء بصورة نقيم طيب نشوف مميزات المرشحات او نشوف مميزات المرشح الجافة الاوتوماتيكي رقم واحد سهل للصيانة اتنين يمكن اعادة تغييرها واستخدامها من جديد تلاتة ممكن ايضا نقولك ان كفائتها بيكون مرتفعة مع زيادة مساحة ايه سطحها طيب عيوبها هنقول رقم واحد الكفاءة بتاعتها ليست عالية بالمقارنة بالانواع الاخرى ايضا هنا ممكن نقولك ايه من ضمن العيوب اللي عندي تعرض مادة الترشيح الى الانسداد بصفة دائمة نيجي نشوف نوع اخر من انواع المرشحات وهي المرشحات اللازجة ليه سميناها مرشحات لازجة لان النوع دي بيعتمد في نظرية عمله على استعمال مادة لازجة زي ما هو موضح عندي في الشكل المادة اللازجة دي بتعمل على حجز الشوائب والميكروبات اللي بيكون موجودة عندي فدي بيكون اعلى من النوع الاخر او النوع السابق ذكره اللي هو العادي ليه يبقى هنقول هنا بتعتمد نظرية المرشحات اللازجة على استعمال مادة لازجة تعمل على حجز الاتريبة والميكروبات ويتكون المرشح اللازج من الياف من الصوف الزجاجي على حسب او الياف اصطناعية او الياف من الالمونيوم او من شعر الحيوانات ايضا ممكن يستخدمه على هيئة تجاويف متعاقبة وراء بعضها ومشبعة بمادة لازجة بجيب اي ان كان نوع المادة اللي احنا قلنا عليها سواء كان صوف زجاجي او الياف من الالمونيوم او الياف صناعية واغمسها في ايه في الزيت زيت او شحم ليه هنغمسها في زيت او شحم لان الزيت او شحم هنا بيكون له قدرة عالية جدا على امتساس الرواسط بطريقة اكبر من المرشحات العادية لذلك هنقول الاتربة من خلال اللي بيمر من خلال دي بتعمل على تغيير الهواء وسرعته خلال سمك المرشح اللي بيكون موجودة عندي طيب انواع المرشحات اللازجة هنقول رأيك رقم واحد النوع الخلوي وزي ما احنا قلنا النوع الخلوي اللي احنا لسه شرحينه وعرفنا ان مادة هنا الترشيح عندي ممكن تكون ايضا برادة حديد مزود عليها زيت ايه اللازج المرشح اللازج الاوتوماتيكي ودي زي الاوتوماتيكي العادي ولكن فيما عدا ان فيه هنا بكرة مغموسة من الزيت زي ما انت شايف خزان من الزيت وفيه هنا بكرتين بكرة علوية وبكرة صفلية البكرتين زي ما احنا شايفين هنا دي سطح مادة الترشيح والسطح دي بيكون منغمس في الزيت لي عن طريق المحرك او عن طريق دوران المحرك بيتم تدوير المحرك فالمرشح او السير اللي بيكون موجود عندي في مادة الترشيح بينغمس في الزيت في بيطلع محمل بالايه بالمادة اللازجة وعند مرور الهواء الغير ناقي على هذه المرشحات بيخرج الهواء اللي عندي ناقي وبالتالي بتلتصق الاتريبة والمقربات اللي موجودة عندي فين في سطح مادة الترشيح دي اللي احنا لسه ايلينا هو للشكل العام عند مرور الهواء الملوس على الاطار زوء الريش فتلتصق به المواد الصلبة التي يحملها الهواء ثم يحدث عملية ازالة لهذه الملوسات داخل حوض الزيت وبالتالي فتمر الريش على الزيت مرة اخرى وهكاسة عيوب المرشحات اللازجة الاوتوماتيكية هنقولك رقم واحد دي طبعا النوع سهولة انسداده دي لان طبعا دي بيشيل كميات كبيرة جدا من المكروبات وبالتالي بيانسدد بسرعة يبقى سهولة انسداده مما سبب انخفاض الضغط رقم اثنين يستخدم فقط للملوسات الكبيرة والصلبة لان دي ليه كل الملوسات الكبيرة والصلبة بتحمل او المواد الصلبة بتحمل كميات كبيرة جدا من الملوسات يستخدم مع السرعات العالية ليه عشان نقدر ندفع الهواء ويخرج من خلال مادة الترشيح النوع الثالث وهو المرشحات الامتزازية وما نيجي نقولك يعني ايه مرشحات امتزازية دي مرشحات بتم عن طريق عملية فيزيائية بتستخدم النوع دي من ايه في صنع فلاتر من الكربون لحيث يجزب الروائح والغازات الكريهة لان زي ما احنا عارفين ان الكربون له خاصية عالية جدا على امتزاز الروائح الكريهة فبيتم من خلاله عن طريق عملية امتزازية بيتم من خلالها حجز للشوائب والكريهة غسالات الهواء وطبعا اما نيجي نقولك غسالات الهواء بتستخدم في انظمة التكيف الكبيرة ليه يا شباب للترتيب شتاءا وازالة الرطوبة صيفا وتنقية الهواء من الاترباء الكبيرة او امتصاص الغازات القابلة للزوباء وطبعا النوع ده بينقسم الى نوعين اساسيين النوع الاول منها اللي هو غسالات هواء مباشرة باستخدام رشاش مياه غسالات هواء زات فلتر تنقية ورشاش مياه يبقى النوع الاول انا باستخدم فيه مباشر باستخدام رشاش مياه والنوع التاني باستخدم فيه ايضا هنا ايه فلتر وطبعا النوع ده بيتم غسل الهواء مباشرة طبعا بيمر من هنا وده دي عن طريق رشاشات الرشاشات بتعمل على دفع الهواء فبيمر الهواء اللي عندي هنا فبيحتك برشاشات أو الماء المرزز فبيتم غسل الهواء فبيخرج الهواء مرطب ومخصول بس هنا مفيش هنا ايه مرشح لذلك بقول لك وفي هذا النوع يتم غسل الهواء مباشرة باستخدام رشاشات المياه فقط بدون هنا ايه مرشح شبكة دقيقة بيتم الهواء بيمر من خلالها وتطبع عندي هنا في طولمبة أو عوامة والطولمبة دي بتعمل على دفع الهواء عن طريق أمبوب الهواء بيخرج لي المياه عفوا بتخرج لي مرززة عن طريق احتكاك الهواء بيها المدفوع بيخرج لي الهواء مخصول زي ما احنا شايفين طيب ننتقل الى النوع الاخر وهو ايه غسلات هواء ذات فلتر تنقية ورشاش مياه طيب النوع ده يا مستر ايه اللي حصل فيه ان انا حقطت برضو في النوع ده رشاش مياه ولكن وجدت هنا فلتر مياه اللي احنا شايفينه بشكل ما الو رشاش مياه مع فلتر عشان ينقلي بيكون النوع ده كفاءته اعلى فاني بدفع الهواء من هنا الهواء بيمرر يا شباب من خلال رشاشات المياه رشاشات المياه بتعمل على غسل الهواء كما سبق ذكره فهيمر لي الهواء خلال المرشح اللي عندي المرشح هيخرج لي الهواء هواء ناقي مخصول وهواء بقدر استخدمه في عمليات كتيرة جدا لذلك بنقولك هنا ايه وفيها بيستخدم فلتر يعمل على تنقية الهواء الذي يمر خلاله علاوة على رشاشات المياه التي تعمل على تنظيف الفلتر باستمرار والنوع ده ايضا بيكون كفاءته عالية وبقدر اغير الفلتر من مرة للتانية زي ما احنا قلنا وبكده احنا اخدنا الاربع انواع الاساسية اللي احنا قلناه النهاردة في حلقتنا بحول الله النوع الاول وهو قلنا مراوح الهواء بانواع ومميزاتها وعيوبها النوع الثاني سخانات الهواء وعرفنا ايضا انواعها ومميزاتها وعيوبها ونظرية عملها النوع الثالث وهي مرشحات الهواء وعرفنا انواع المرشحات بمميزاتها وعيوبها وكيفية صيانتها النوع الرابع والاخير وهي غسالات الهواء وعرفنا انواعها المختلفة ان في نوع بيستخدم رشاش مياه وفلتر وفي نوع ما بيستخدمش فلتر بيستخدم رشاش مياه فقط أتمنى من أبنائنا الطلاب النوم يكونوا استفادوا من حلقتنا النهاردة إن شاء الله على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته